الطاقة الشمسية وكيف ممكن الإنسان أو أي بلد ممكن يستثمر ويستفاد من الطاقة الشمسية أهم بلدان العالم اليوم يستفادون لربما يستخدموها ويصدروها وينتجوها مشاريع الطاقة الشمسية أحنا بالعراق جربنا هذا المشروع في قرية هزار ميرد هذه القرية موجودة بجنوب محافظة سليمانية طبعا هذه القرية كانت تنقطع عليها الكهرباء بشكل مستمر الكهرباء الوطنية كانت لربما تصل إلى 12 و13 ساعة بعدهم كهرباء فكانت مشكلة كبيرة بالنسبة لهم اعتمادهم على المولدات كانوا يستخدمون المولدات فبالتالي الآن هم اعتمدوا مشروع الطاقة الشمسية هذه القرية الآن تنعم بهدوء تام بالإضافة إلى حل قضية تلوث البيئة اللي ممكن يحصل بسبب المولدات أيضا هدوء من الأصوات وغيرها بالإضافة إلى استثمار واستفادة من هذه الطاقة حسب ما ذكروا كثير من الأشخاص بهذه القرية أنه استفادوا منها كتكلفة ما كلفتهم بشكل كبير كتكلفة مالية لجئوا إلى استخدام هذه الألواح وهم جدا مستفادين منها طيب احنا الآن بالعراق ليش ما نستفاد من هكذا طاقات موجودة عدنا سواء كانت طاقة الشمسية أو المياه أو الرياح أو غيرها من الطاقات اللي ممكن نستثمر منها ونستفاد إحنا بلد بمناخة متغير فممكن تجي علي كثير من الأمطار وإحنا حتى الأمطار لربما ما نستفاد منها بشكل صحيح الآن أكو مشاريع محاولات إنجاز الكثير من المشاريع الجديدة عسى أن نصل إلى حلو الآن اطرقت لهذه النقطة اليوم لأنه كثير من الناس تحدثوا عن هذه المشاريع خصوصا مختصين ومقترحات كثيرة أنه على الأقل حتى لو هسا ما نستخدمها بعموم العراق على الأقل بمناطق معينة تحتاجها الناس شكرا